اخر حاجة وقبل ما اطلع لفصل وانا متعمد اخليها اخر حاجة لان هي ما تستحقش الا ما تكون هي اخر حاجة لان الموضوع ممكن البعض يكون متدايق ومتنرفز من اللي حصل انبارح من اللاعب السابق احمد حسام ميدو وانا عشان الموضوع لا يستحق هو كاحمد حسام ميدو اديله مساحة اكبر من نص ديئة او ديئة على شاشة قناة الاهلي عايز اقول حاجة واحدة بس البعض بيحاول يعمل نمرة عارفيني النمرة لما بتحضر فرح او بتحضر مناسبة برا بيبقى فيه نمر على المسرح اللي حصل انبارح دي او اللي حصل انبارح ده كانت نمرة نمرة الهدف منها الاهلي نمرة الهدف منها اللي احنا نطلع نتكلم عليه هو دايما بيحب كده على فكرة يعني النهاردة ذكرته بالاسم اللي ان الموضوع بينه وبينكو بصراحة يعني تخطى فكرة مش اقول الروح الرياضية لأ تخطى فكرة الوطنية ان الجانب السعودي وبرفعلهم القبعة وبحييهم بجد على انبارح الكلام اللي تقال في حق النادي الاهلي هما ما خدهوش حتى في اطار الجدية لا 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 ولا حتى في اطار الهزار هما كانوا مصدومين من الكلام الغير محترم تجاه اكبر نادي عربي وافريقي انا قلت هو ما يستحقش اكتر من نص ديئة وهو بيعمل النامر دي عشان نتكلم عليه ولكن من امن بالعقاب اساءل ادب لو في عقاب مش هيتقرر واتمنى الفترة اللي جاية اللي يمثل الرياضة المصرية يكون جدير بجد باحترام مؤسسات الرياضة المصرية ومؤسسات الدولة لان القرى المصرية والرياضة المصرية وتحديدا القرى انت بتتكلم على مش هقول لا سياسة هي الحاجة النعمة اللي ممكن تقرب الشعوب من بعضها ولكن للأسف في بعض النجوم ومش هقول النجوم كنجوم لأ هم عشان لقبوا قرى لبس شرطة وفانيلا ممكن احترفوا وفشلوا ممكن ملهمش تاريخ بس في الأول الآخر يقول لك ينجم كورة للأسف بعض منهم لا يمثل تمثيل إيجابي للإعلام المصري ولا الرياضة المصرية ولا للقرى المصرية سيبقى النادي الأهلي هو أفضل نادي عربي وإفريقي بشهادة الأشقاء في السعودية وفي الإمارات وفي الكويت وفي كل دول عربية ولكن للأسف الإساءة بتيجي من بعض الأشخاص اللي بيمثلوا الإعلام والرياضة المصرية بشكل سلب جدا مش هياخد أكتر من كده لأنه هو ما يستحقش إلا المساحة الزمنية الصغيرة دي وردي عشان خاطر جمهور الأهلي اللي زعلان جدا إن الكلام ده بيتقال في حق الأهلي ومحدش بيتعاقب على الخزعبلات اللي بتتقال في حق أكبر نادي رافع اسم وعالم مصر أمام كل الأشقاء العرب وأمام دول العالم في المحافل القرية والدولية ترجمة نانسي قنقر